أما قوله تعالى أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْكُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه في الدين والإسلام ذكر عقبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيدا للحجة على اليهود والنصارى ومبالغة في البيان والآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم كانت في باب الدين وهمتهم مصروفة إليه دون غيره أما قوله ما تعبدون من بعد فلفظة ما لغير العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الحق وجوابه من وجهين الأول أن ما عام في كل شيء والمعنى أي شيء تعبدون والثاني قوله ما تعبدون كقولك عند طلب الحد والرسم ما الإنسان؟ أما قوله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماهيل وإسحاق ذلك إشارة إلى الاستدلال لا إلى التقليد قال القفال وفي بعض التفسير أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر رأى أهلها يعبدون النيران والأوثان فخاف على بنيه بعد وفاته فقال لهم هذا القول تحريضا لهم على التمسك بعبادة الله تعالى وأما قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم خنيفا وما كان من المشركين اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل التي تقدمت صحة دين الإسلام حكى بعدها أنواعا من شبه المخالفين الطائنين في الإسلام الشبهة الأولى حكى عنهم أنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ولم يذكروا في تقرير ذلك الشبهة بل أصروا على التقليد فأجابهم الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه الأول ذكر جوابا إلزاميا وهو قوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا وتقرير هذا الجواب أنه إن كان طريق دين التقليد فالأولى في ذلك اتباع ملة إبراهيم لأن هؤلاء المختلفين قد اتفقوا في صحة دين إبراهيم والأخذ بالمتفق أولى من الأخذ بالمختلف فيه إن كان المعول في الدين على التقليد فكأنه سبحانه قال إن كان المعول في الدين على التقليد قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وأما إن كان المعول في الدين على الاستدلال والنظر فقد قدمنا الدلائل على ذلك وأما شبهة الثانية فإن قيل أليس أن كل واحد من اليهود والنصارى يدعي أنه على دين إبراهيم عليه السلام قلنا لما ثبت أن إبراهيم كان قائلا بالتوحيد وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث واليهود يقولون بالتشبيه فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام وأن محمد عليه السلام لما دعا إلى التوحيد كان هو على دين إبراهيم أما قوله الحنيف أي المستقيم الذي لا عوج فيه أما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أما قوله والأسباط قال الخليل الصبت في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب وقال صاحب الكشاف والصبت هو الحافد أي الحفيد وتطلق تحديدا على الحفيد من جهة الأم ولكن يتستعمل في الحفيد من جهة الأم والأب معا أيضا وكان الحسن والحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسباط الحفدة وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذراري أبنائه الاثنى عشر وتطلق تحديدا على ولد البنت وتطلق على ولد الإبن والبنت معا أما لفظة الحفيد فلا يطلق إلا على ولد الولد وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم أي لا نقول إنهم متفرقون في أصول الديانات بل مجتمعون على الأصول التي هي الإسلام كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أما قوله ونحن له مسلمون فالمعنى أن إسلامنا لأجل طاعة الله تعالى لا لأجل الهوى وإذ كان كذلك فهو يقتضي أنه متى ظهر المعجز واجب الإيمان به وأنهم له مسلمون لا لمجرد التقليد بل للاستدلال على صحة هذا الإيمان وعلى صحة هذا الإسلام أما قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وأعلم أنه تعالى لما بين الطريق الواضح في الدين وهو أن يعترف الإنسان بنبوة من قامت الدلائل على نبوته وأن يحترز في ذلك عن المناقضة رغبهم في مثل هذا الإيمان فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا والمعنى فإن آمنوا بمثل ذلك وهو التوراه من غير تصحيف وتحريف فقد اهتدوا لأنهم يتوصلون به إلى معرفة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقوله وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ أي إن تركوا مثل هذا الإيمان فقد التزموا المناقضة والعقل لا يلتزم المناقضة البتة فحيث التزموها علمنا أنه ليس غرضهم طلب الدين والإنقياد دال الحق وإنما غرضهم المنازعة وإظهار العداوة قال أبو عبيدة ومقاتل في شقاق أي في ضلال وفي قوله وهو السميع العليم وعيد لهم والمعنى أنه يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل شيء فلا يجوز لهم أن يقع منهم أمر إلا وهو قادر على كفايته إياهم فيه ووعد للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسمع دعاءك ويعلم نيتك وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرادك وأما قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون يعلم أنه تعالى لما ذكر الجواب الثاني وهو أن ذكر ما يدل على صحة الدين ذكر بعده ما يدل على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية فقال صبغة الله والصبغ ما يلون به اثتياب ويقال صبغ الثوب يصبغه بفتح الباء وكسرها وضمها ثلاث لغات ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على أقوال الأول أنه دين الله وذكروا في أنه لما سمى دين الله بصبغة الله عن قتادة قال ابن الأنباري يقال فلان يصبغ فلانا في الشيء أي يدخله فيه ويلزمه إياه وأنشد تعلب دع الشرر وانزل بالنجاة تحرزا إذا أنت لم يصبغك في الشر صابغ وقيل صبغة الله أي فطرته وهو كقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها أما قوله تعالى كُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُّنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ والمعنى أَتُجَادِلُونَا فِي اللَّهِ وَفِي أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى رَسُولًا مِنَ الْعَرَبِ لَا مِنْكُمْ لو أنزل الله على أحد لأنزل عليكم وطرونكم أحقوا بالنبوة منا أتحاجوننا في دين الله أما قوله تعالى لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ فالمراد منه النصيحة في الدين كأنه تعالى قال لنبيه قل لهم هذا القول على وجه الشفقة والنصيحة أي لا يرجع إلي من أفعالكم القبيحة ضرار حتى يكون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر وإنما المراد نصحكم وإرشادكم إلى الأصلح وبالجملة فالإنسان إنما يكون مقبول القول إذا كان خاليا عن الأعراض والأغراض الدنيوية فإذا كان لشيء من الأغراض لم ينجع قوله في القلب البته فهذا هو المراد فيكون فيه الردع والزجر ما يبعث على النظر وتحريك الطباع على الاستدلال وقابول الحق وأما معنى الإخلاص فقد تقدم وأما قوله تعالى أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُدًا أَوْ نَصَارًا كُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ قرأ ابن عامر وحمزة وكسائي وحفص عن عاصم أم تقولون بالتاء على المخاطبة كأنه قال أتحاجوننا وقرأ الباقون بالياء على أنه إخبار عن اليهود أم يقولون إن إبراهيم فعلى الأول يحتمل أن يكون أم متصلة وتقديره أي الحجتين تتعلقون في أمرنا أبالتوحيد فنحن موحدون أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون وأن تكون منقطعة بمعنى بل أتقولون والهمزة للإنكار أيضا وعلى الثاني تكون منقطعة لإنقطاع معناه بمعنى الإنقطاع إلى حجاج آخر غير الأول كانه قيل أيقولون إن الأنبياء كانوا قبل نزول الطورات والإنجيل هودا أو نصارى فلما ادعوا ذلك من غير برهان وابخهم الله تعالى على الكلام في معرض الاستفهام على سبيل الإنكار والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر الله في نفوسهم أنهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين فيما يقولون أما قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن عنده شهادة فلم يقيمها عند الله بل كتمها وأخفاها وأما قوله وما الله بغافر عما تعملون فهو الكلام الجامع لكل وعيد ومن تصور أنه تعالى عالم بسره وإعلانه ولا يخفى عليه خافية أنه من ورائه مجازيه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا لا يمضي عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان يعد عليه الأنفاس لكان دائما الحذر والوجل مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر فكيف بالرب الرقيب الذي يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون اعلم أنه تعالى لما حاج اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبه بهذه الآية لوجوه أحدها ليكون وعظا لهم وزجرا حتى لا يتكلمون على فضل الآباء فكل واحد يؤخذ بعمله وثانيها أنه تعالى بيّن أنه متى لا يستنكر وثانيها أنه تعالى بيّن أنه متى لا يستنكر أن يكون فردكم عين فردهم لاختلاف المصالح لم يستنكر أن تختلف المصالح فينقلكم محمد صلى الله عليه وسلم من ملة إلى ملة أخرى وثالثها أنه تعالى لما ذكر حسن طريقة الأنبياء الذين ذكرهم في هذه الآية بيّن أن الدليل لا يتم بذلك بل كل إنسان مسؤول عن عمله ولا عذر له في ترك الحق بأن توهم أنه متمسك بطريقة من تقدم لأنهم أصابوا أم أخطأوا لا ينفع هؤلاء ولا يضرهم لألا يتوهم أن الطريقة الدين التقليد فإن قيل لما كررت الآية قلن فيه قولا أحدها أنه عنا بالآية الأولى إبراهيم ومن ذكر معه والثانية أسلاف اليهود فكأنه تعالى قال ما هذا إلا بشر فوصفوا هؤلاء الأنبياء فيما أنتم عليه من الدين لا يسوغوا التقليد في هذا الجنس فعليكم بطرق الكلام في تلك الأمة فلها ما كسبت وانظروا فيما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أنفع لكم وأعود عليكم ولا تسألون إلا عن عملكم ولا تسألون إلا عن عملكم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر